النهاردة مش ناوية أصنع شيء لكن ناوية أقدم لكم عمل أو إنتاج علم جديد أختتم به عام 2020 وأبدأ به بداية بإذن الله أتمنى أنها تكون موفقة لسنة 2021 أول كتاب لي في الرياضيات للطفولة المبكرة كتاب شرفت أني أعمل فيه مع أحد أعلام الرياضيات الدكتور رمضان مسعد بدوي كل العاملين في مجال الطفولة وفي مجال المناهج في مصر وفي الوطن العربي يعرفوا مين هو الدكتور رمضان مسعد بدوي ولما يحط إيده في عمل العمل ده هيكون شكله إزاي مش أنا اللي هتكلم عن الدكتور رمضان مسعد بدوي دكتور رمضان أنا شرفت أني أعمل معاه الكتاب ده السنادي كتاب على قد ما احنا تعبنا فيه أخدنا فيه أكتر من سنة إلى أنه كتاب أنا شخصيا بعتبره أنه موسوعة في الرياضيات اتعلمت فيه كتير على إيد أستاذي الكبير الفاضل مش عايزة أضيع وقتكم لكن هستعرض معاكم هعمل فوكس على الكتاب وأحاول أستعرض معاكم الكتاب سريعا كل الفصول بتاعته الكتاب فيه عشر فصول هحاول سريعا أدلكم فكرة عن كل فصل ومحتوى علي أن أنا أكون وفق في أني أدلكم المادة العلمية فعلا اللي موجودة في الكتاب لأن الدكتور رمضان قال لي ما تزوديش عن خمس دقيق علشان الناس ما تملش هحاول أن أنا ألتزم بالوقت نشوف الكتاب ده الكتاب ده غلاف الكتاب الرياضيات في الطفولة المبكرة الجزء الأول رياض الأطفال بنفتح الكتاب بنلاقي المقدمة اللي بتديني ملخص شامل اللي يقراها يعرف مضمون الفصول العشرة للكتاب كل فصل بيتكون عن إيه وبيدي نبذة بسيطة عن الكتاب بعد كده بيجي الفصل الأول نظري بيتكلم عن واقع تعليم وتعلم الرياضيات في الطفولة المبكرة في القرن الحادي والعشرين بيدي فكرة كاملة وتفصيلية لمعلم ومعلمة المرحلة المبكرة عن معايير التعلم الرياضيات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي بيتناول مجالات المحتوى الرياضي وفقا لتلك المعايير بمؤشراتها على سبيل المثال مجال الحس العددي والعمليات القياس الهندسة والحس المكاني تحليل البيانات والإحصاءات والاحتمالات الأنماط والعلاقات الجبرية وجوه كل منها طبعا مؤشرات الأداء ويأمثلة عن كل منها بالتفصيل بعد كده منهج الرياضيات في الطفولة المبكرة من واقع تلك المعايير بعد كده تطوير منهج الرياضيات في مرحلة الطفولة المبكرة دور الأدب في تطوير منهج الرياضيات الأنشطة اليدوية ودورها في تطوير منهج الرياضيات دور مراكز التعلم في تطوير منهج الرياضيات دور اللعب في تطوير المنهج المعلمات دورهم في تطوير المنهج وبعد كده تناول بتفصيل شديد المعايير منها معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية بالإضافة طبعا للوثيقة نفسها بشكل تفصيلي جدا أخذ معايير المجلس القومي الأمريكي لمعلم الرياضيات وكل المجالات ضمن تلك الوثيقة وثيقة المعايير وكلها بشيء من التفصيل يخلص الفصل الأول وهو بيعطي المعلم فكرة كاملة عن تلك المعايير ودور المعلمة وبعد كده يسرت بالتفصيل المعايير ومؤشراتها بشكل تفصيلي جدا دي المعايير الكتاب كله ملوم بالأنشطة بتاعته دي كلها المعايير مفيش معلم هيمسك الكتاب وهيحتاج يدور على المعايير في مكان تاني بعد كده بيجي الفصل الثاني تكوين مفاهيم الرياضيات في مرحلة الطفولة المبكرة اتجاهات عالمية حديثة في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات بياخد سمات الطفل في تلك المرحلة وكيف يتكون المفاهيم الرياضية وبعد كده مجالات محتوى المنهج وفق المعايير بالأمثلة عن الخواص والأنماط الأعداد والعدد التمثيل البياني القياس الأعداد والعمليات والحقائق الهندسة الوقت النقود العمليات الرياضية كحل للمشكلات محتوى الرياضيات وفق مستويات رياض الأطفال واخد عشر مستويات أو عشر مجالات أنا أسفة وفق مستويات رياض الأطفال يعني فرز الأشياء وتصدفها التعامل مع الأشكال الأنماط والعلاقات المقارنة والترتيب المقارنة والتمثيل البياني الأعداد القياس الزمن والعملة الجمع الطرح الأعداد حتى الثلاثين بعد كده مدي تكوين المفاهيم والمراحل النمو العقلي بتفصيل شديد لكل مجال من مجالات الرياضيات طبعا أنا مش عايزة أطول علشان ما خدش وقتكم أنا بس بحاول أدي فكرة بسيطة وأدي الكتاب ملون وكل الأنشطة فيه ملونة بحيث أن البنت أو المتعلم مش هيحتاج يدور على شيء في الخارج مجرد أنها هتاخد الأنشطة هتاخد مؤشرات التعلم وفق المعايير وهتاخد النشاط وفق تلك المؤشرات وهتبدأ تطبق حتى صياغة الأهداف هتلاقيها موجودة ده الفصل الثاني ودي الأنشطة اللي فيه زي ما أنتوا شايفين كل الأنشطة ملونة بتتضح حتى الأنشطة اللي على العملة العملة المصرية والعملة السعودية كل مجال من مجالات المنهج بالأنشطة بتاعته على سبيل المثال هنا المقارنة والتمثيل البياني مؤشرات الأداء المتوقعة من الطفل على طول يدخل الأنشطة وراها بحيث أن البنت تعرف إزاي تحوق من المعيار للمؤشر للنشاط دي كلها أنشطة على كل مجال من المجالات بقى إذن الكتاب نجح أن يحول المعيير والمؤشرات إلى أنشطة يجي بعد كده الفصل الثالث أهداف تعلم الرياضيات في الطفولة المبكرة بيدي البنت فكرة كاملة أو المتعلم فكرة كاملة عن المقصود بالأهداف التعليمية حتمية وضع أهداف تعليمية لتدريس الرياضيات دور الأهداف في التدريس الفعال الفرق بين الأهداف العامة والخاصة ومخرجات التعلم والسياغة الأهداف بكل خصائصها وبعد كده شروط تحديد الأهداف وخطوات تحديدها والسياغتها وتصنفها وأمثلة على كل نوع من تلك الأنواع هنا الأهداف شروطها خطوات تحديدها إزاي تحددي فعل سلوكي هدف سلوكي في مجال الرياضي ومدي أمثلة على الأفعال مستوياتها يخلص الفصل البنت عندها فكرة تامة عن الأهداف وصياغتها ندخل على استراتيجيات وطرق تعليم الرياضيات في الطفولة المبكرة مدي الفئات الرئيسة الثلاث الرئيسة لطرق التعليم والتعلم استراتيجيات التدريس تعرفها الفرق بين الاستراتيجية والطريقة والاسلوب عناصر استراتيجيات التدريس مميزات كل استراتيجية وأنواعها وآليات التنفيذ ده فصل الاستراتيجيات هتلاقي البنت فيه كل شيء علشان تحضير الدرس في النهاية وفق تلك الاستراتيجيات طبعا وكل استراتيجية عليها مثال مثال ازاي تطبقها في الدرس بتاعها رياضيات كل دي أمثلة على الاستراتيجيات يعني طريقة الحوار والمناقش هي ايه اجراءات تنفيذها ازاي مثال عليها واشتغلي امثلة كلها امثلة يبقى اذا الكتاب هنا بيمتاز بقطرة التطبيقات للبنت طبعا كل طريقة المناقشة مثال عليها طريقة فكر زاوك شارك ومثال عليها كله طريقة الرؤوس المرقمة ومثال عليها هي ايه الطريقة اهدفها ايه او الاستراتيجية دي ايه العصف الذهني بتمتاز بايه مثال عليها كل الاستراتيجيات ماشية بنفس الالية كل استراتيجية بمثال تتطبق ازاي ازاي وتتوظف فيه النشاط ازاي الخرائط المفاهمية مثال عليها يعني مش عايزة اضيع دي طريقة المشروع او استراتيجية المشروع مش عايزة اضيع وقتكم لكن حبيت ان انا قديكم فكرة قدي ايه الكتاب اجرائي او كتاب عملي ملون البنت مش محتاجة اكتر من انها توظف تلك الانشطة بعد كده بيخلص فصل الاستراتيجيات بيبدأ فصل التقييم تعلم الرياضيات في الطفولة المبكرة بيدي مفهوم التقويم الفرق بين التقييم والتقويم اهدافه خصائصه انواعه وسائله وانواع التقويم وامثلة عليه تقويم التكويني البنائي او البنائي التقويم التشخيصي اهدافه انواع التقويم كلها بانشطة الهدف من النشاط التعليمات وازاي تطبق النشاط او تطبق اسلوب التقويم اللي هي عايزة في النشاط بتاعها كلها أنشطة ملونة زي ما انتوا شايفين إزاي كل ده يتوظف في أنشطة الرياضيات خطوات تصنيم وتطوير تقييم الأداء التقييم المعتمد على الأداء اللي كل البنات أو كل الناس اللي بيشتغلوا يعني صعب إنهم يعملوه محتاجين يقروا بشكل جيد جدا مستويات التقدير إزاي توظفها أو إزاي تعملها ويخلص فصل التقويم بالأمثلة بتاعته كلها ملونة زي ما انتوا شايفين ندخل بعد كده خلص خدت الأهداف والاستراتيجيات تبدأ بعدك والتقويم تبدأ بعد كده زي تخطط للدرس والنشاط بتاعها وأنواع الخطط إيه هي ومهارات التخطيط وتمشي في الكتاب ده تخطيط الدرس وفي النهاية بعد مهارات التخطيط ما تكتسب مهارات التخطيط موجود نماذج لتخطيط الدرس طبعا الوسائل والأدوات كل شيء موجود في الجزئية دي كل دي علشان أمثلة على أساليب التخطيط أو طرق التخطيط للدرس وفي النهاية خالص نماذج لتحضير الدروس بتعتمد على كل اللي قرأته مدين أكتر من طريقة بعد كده تطبيقات عملية لأنشطة الرياضيات في الوحدات التعليمية في الأركان أو في مركز الرياضيات الأهداف أنواعها معرفي مهاري وجداني نماذج عليها بعملات مختلفة المصري والسعودي وكذا مثال بعد كده ندخل على الفصل السابع الحس الأعداد والحس العددي المفاهيم الرئيسة اللي فيه محتوى الرياضيات نبذى عنه معايير NCTM اللي احنا خدناها في الفصل الأول إجرائية هنا على الأعداد فقط يتناولها بالتفصيل المفاهيم قبل العددية مفاهيم المطابقة والتمييز والمقارنة والتباين والتصنيف والترتيب كل ما يتعلق بالأعداد والحس العددي جدا الفصل طويل مش قادر يعني علشان ما تملوش مني بعد كده الفصل بيدي نبذى عن المفاهيم العددية وقبل العددية وبعد كده بيديني أمثلة على الموضوع أمثلة البنت مش محتاجة أكتر من أنها تاخد الأنشطة بتاعتها جاهزة بالأهداف بالمكان الأدوات الاستراتيجيات نشاط كامل على الاستدلال الرياضي مش محتاجة أي شيء نشاط اتنين كل دي أنشطة على الأعداد والفصل كله بالطريقة دي حتى المستوى محدد كل شيء محدد في الكتاب ما عليها إلى أنها هتاخد وتشتغل خلص الفصل خلص الفصل يعني محتاجك عايزة أقول لكم كل شيء أوريكم كل شيء لكن خايفة من الوقت وخايفة من الملل لكن حاب أديكم فكرة كاملة شاملة عما هو موجود في تلك الموسوعة وأنا بعتبرها موسوعة مش كتاب خلص الأعداد والأعداد بالشكل ده كله زي ما أنتوا شايفين هندخل بعد كده على الفصل الثامن القياس والتقدير العقلي برضو المعيير في الجزئية دي تبع الـ NCTM وبعد كده مراحل نمو المفاهيم القياس وكيف يفكر الطفل حول القياس وتمييز الخواص عن طريق المقارنة طول المحيط السعة الوزن إلى آخره وبعد كده كل ما يتعلق بالقياس المفاهيم الرئيسة وأبدأ برضو أحط المعيير في الجزئية دي وأدي عليها أمثلة تطبيقية واسعة لكل مرحلة من المراحل زي ما أنتم شايفين بالألوان وبيدي تفسيرات مختلفة للبنت هنا بيحدد مثلا المقارنة الحسية للأطوال مستوى الصف المين الهدف المكان والزمان الأدوات الاستراتيجيات سر النشاط بشكل متكامل كل الأنشطة في الفصل ده التقدير القياس والتقدير العقلي بتمشي وفق هذا النظام والكتاب كله الأمانة بيجي بعد كده الفصل العاشر الجبر والعلاقات الجبرية أيضا بيبدأ بالمفاهيم الرئيسة عن الجبر والعلاقات الجبرية ترابط محتوى الرياضيات معايير NCTM الأنماط الأنماط المتكررة ويبدأ يدخلني فيه مجالات الجبر والعلاقات الجبرية ويبدأ يمشي بنفس الآلية والبنت بتاخد فكرة علمية كاملة أو رياضية كاملة عن الجبر وبعد كده بتدخل على الأنشطة تفكير في الأنماط الهدف المكان الزماني الأدوات الاستراتيجيات تصير النشاط فبالتالي بتخرج في النهاية خلاص هي عندها فكرة عن كل شيء مش محتاجة أي شيء تاني الكتاب حوالي 600 صفحة جدا جميل باعتبره موسوعة علمية أتمنى أكون ادتلكوا فكرة شاملة عنه خلصت الحلقة حاولت بقدر إمكاني أني ألتزم بالخمس دقائق اللي حددهم للدكتور رمضان أنا عارفة أني مقدرتش كتاب 600 صفحة عشر فصول كل فصل فيه معايير فيه مستويات فيه أنشطة فيه حاجات كتيرة جدا محتاجة أن أنا أدي لكم فكرة عامة عنها أو فكرة مبسطة عنها أتمنى أن أنا أكون أفدتكم قلتلكم فعلا محتوى الكتاب ده إيه الكتاب بجد موسوعة علمية شاملة هتفيد جدا الناس اللي بيشتغلوا فيه مرحلة الطفولة المبكرة مش علشان أنا اشتغلت فيه لا أنا كنت هنا والله كنت تلميذة بتتعلم على يد الدكتور رمضان بدوي دكتور رمضان أنا مش شريكة لي في العمل أنا تلميذة كنت بتتعلم بتعلم كل ما كنت بشتغل معاه شيء كنت بتعلم منه أشياء كتيرة قوي قوي وكنت ماشية وفق توجيهات معينة ومحددة لحد ما خرج الكتاب بالشكل ده الكتاب فعلا يستحق المشاهدة يستحق القراءة أتمنى أنتم تشوفوا العمل ده أو تتحلكم الفرصة أنتم تشتغلوا عليه أو أنتم تقتنوا في النهاية أحب أقول شكرا جزيلا أستاذي العزيز شكرا شكرا سعدت بالعمل مع سعدتك جدا 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 ولسا هستمتع أكتر بالعمل القادم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر